ومن الأسئلة المشهورة في بيان الحق في مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال به أسئلة ثلاثة متكررة تلجم كل من يريد أن يحتفل بأمر لم يحتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يجعله شعيرة من شعائر هذا الدين فيقال لكل من أراد أن يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا هل الاحتفال بالمولد طاعة أم معصية فإن قال هي معصية قلنا وهل يحتفل بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يقولون أنها معصية بل يقولون أنها طاعة فنقول لهم السؤال الثاني هل هذه الطاعة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها فإن قالوا لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول كيف تكون طاعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كيف تكون قربة ومحمد بن عبد الله لا يعلمها فإن قالوا علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناهم السؤال الثالث والأخير طاعة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بلغها أم لم يبلغها فإن قالوا لم يبلغها قلنا لقد اتهمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهاما شديدا لأن الله قال له يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن كانت طاعة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغها فنقول لهم أتونا بدليل واحد من بلاغ رسول الله على أنها طاعة وقربة لله ونحن نتحدى كل أحد أن يأتينا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح في الاحتفال بمولده يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم عندما صام يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه وبعست فيه يقول لهم صوموا يوم الاثنين ما بالكم لا تصومون كل اثنين كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأتي في كل أسبوع ولم يحدد تاريخا معينا في السنة يقال أن هذا يوم للاحتفال